اهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين جيمي وجل بيرتو مع حضراتكم دلوقتي حيحكولنا شوية عن مرسيل كولر وطريقة لعبه والجهاز الفني حاجات كتيرة جداً اتفضل جيمي قبل ما نبدأ كابتن مهم جداً احنا بدأنا في بداية الحلقة اتكلمنا قلنا للناس هنقول الراجل ده عمل ايه الراجل ده ليه كان اختيار مناسب كاختيار للنادي الأهلي الراجل ده على الارض وقدام عينين صانع القرار في النادي الأهلي والراجل ده عمل ايه هل تور من لاعبين هل اكتشف نجوم هل استعان بمساعدين يقدروا يشتغلوا معاه ويقدروا يحققوا طلبات النادي الأهلي الفنية سواء على الصعيد الإداري او طلبات الجماهير من خلال الجهاز المساعد الموجود مع مرسيل كولر فدي النقاط اللي احنا هنشتغل عليها توالياً وبعدين هنروح فيه بعد ما نتكلم على الجهاز المساعد هنروح نتكلم هو الراجل ده بيشتغل ازاي وقبل ما نقول بيشتغل ازاي هنقول فيه مهم جداً الراجل ومواصفاته فيه عمل ازاي فمين من لاعب النادي الأهلي قد يكون مناسباً لهذه الفكرة فتكون بالنسبة له فرصة فهنروح نتكلم الأول على أهم النجوم اللي اكتشفهم الراجل ده خلال مسيرته تحديداً لأنها المسيرة الأطول مع منتخب النمسا من 2011 ل2017 كان فيه مجموعة من النجوم اكتشفهم مرسيل كولر وأسماء كتير جداً لكن هناخد منها بعض وليس كل على سبيل المثال وليس الحص في فترة مرسيل كولر مع منتخب النمسا لأن الجمهور المصرية هتعرف الأسماء فضل عيمة يعني نتكلم في طاقة وعن منتخب النمسا فكرة أنه هو زي ما يقولك صانع النهضة في النمسا وتأهل معهم لليورو اللعب زي ديفيد ألابا اللي هو من أشهر اللاعبين حالين واللعيب المحبب للجمهور المصري ويعرفه بشكل كبير جداً ده واحد من اللعيبة اللي هو السهم في تطويره كظهير وكظهير أيصر وحتى يعني في مسيرته بدايته وهي كانت مع مرسيل كولر ديفيد ألابا واحد من اللعيبة اللي بقى كانت راح في بايرن ميونيخ وحالين في ريال مادريد وخد بطولات كبيرة جداً بنتكلم عن لعب زي أرناد وفيتش إزاي أنه هو بيحب نوعية الأجنحة اللي هي عندها المهارة والسرعة وأنه هو اللعيبة الأقوية وبيهتم جداً بالجانب البدني بنتكلم بعيداً عن حيث يعني دول من أبرز النجوم أعتقد في منتخب النمسا كمان حتة بودولوسكي تحديداً لأنه نجم كبير جداً كان في ألمانيا السنوات والجمهور المصري عارف بودولوسكي وقيمة بودولوسكي وإزاي فترة وجوده في ألمانيا ومنتخب ألمانيا هذا الرجل بيمتلك العقلية أو الأدوات اللي هو تخليه يطور لعيبة ويكتشف نجوم فدي فرصة جيدة جداً للعيبة النادي الأهلي إن هي تسير يعني على نهج النجوم دي إن هم يلتزموا مع رجل بشكل معين يمتصوا كل الخبرات اللي هي عنده وارد جداً نهاردة لعيبة النادي الأهلي إن هي أصلاً لعيبة مميزة واللعيبة الطب في مصر لا ده كمان مستواهم إزاي يبقى أفضل ولو عندهم بعض النواقص تزيد مع رجل ده زي النجوم الكبار دول ويعني ده الصورة اللي على الشاشة ما نصغربش بس ده أليكساندر دراجوفيتش ده لعب ليستر سيتي إزاي قدر الرجل يشتغل معاه وهو موجود في منتخب النمسا وقدر إنه منقله من نادي النجم الأحمر السربي نادي الأكبر في سربيا إنه يروح يبقى متواجد فيه ليستر سيتي وده ماركو أرناتوبيتش طبعا نجم كبير لعب فيه وحدث ولا حرج واحد من النجوم وكمان كان فيه ممكن لوكس بودوليسكي ده اللعيب الرابع ده أشهر اللعابين خلينا بقى نقف هنا للحظات ونقطة مهمة جدا كابتن إسلام فضل هروح من نقطتي النقطة الأولانية ماركو أرناتوبيتش ماركو أرناتوبيتش احنا حطينه كمثال ماركو أرناتوبيتش حطينه كمثال ما هو الجناح أو مواصفات الجناح المحبب لده مارسيل كولر سواء مع كولن وقت تواجد لوكس بودوليسكي سواء مع منتخب النمسا في وجود ماركو أرناتوبيتش أو حتى مع بازل إيه المواصفات الراجل ده لو نسبت رجع لصورة تانية بتاع ماركو أرناتوبيتش قدرات بدنية قوية جدا قدرات فنية على الإنهاء يعني هو محبب لي جدا أنه يكون الجناح الجناح عنده قدرات تهديفية مميزة الأول حاجة بيبص عليها أنه يكون عنده قدرات تهديفية مميزة رقم اتنين قدرات بدنية مميزة لأنه بيطلب أدوار مركبة جدا من الأجنحة ما بين ما بين الأوفلاينج أو غلق المساحات والارتداد بعد الارتداد من الحالة الهجومية للحالة الدفاعية وبيطلب أدوار مهمة جدا جدا أنه أحيانا لهو بيلعب بأربعة تنين تلاتة واحد والشكل الطبيعي بيعمل استريتشنج للملعب وبيفتح الملعب تماما وده نشرحه تفصيليا في نهاية الشرح الفني أو أنه الجناح العكسي دايما بيكمل وبيدخل جوه الـ 18 علشان يقدر أنه يسجل من خلال ده ده المؤسفات اللي الرجل بيطلبها هنا بقى جايبين نقطة تانية العيب رقم 9 position 9 واحد من أهم مطالباتنا الموسم اللي فات position 9 أو مهاجم رأس حربة صريح بيلعب جوه البوكس الرجل ده بيعتمد علي الرجل ده الأفريج بتاع الكروسس بتاعه في المباريات بيعتمد دائما على بيطلب من اللعيبة خاصة ظاهراء الأطراف أنه بيعملوا كروسس كتير ليه؟ لأنه الرجل ده في كل بناءه للعب سواء من على الأطراف أو من العمق أو من خلال اللعب المباشر اللي هنشرحه تفصيليا لمارسي الكولر الترانزيشن والتحولات هو ليه بيعتمد على رأس الحربة إيه مواصفات رأس الحربة اللي هو بيطلبه إيه مواصفات رأس الحربة اللي يشتغل معاه سواء مع منتخب النمسا أو مع بازل هتلاقي أنه الأفريج بتاع الأطوال في المهاجنين 187 سنطي ده أفريج الأطوال وأحيانا كنا بنتكلم على أطوال 194 و196 سواء هذا ممكن عشان كان متاح بالنسبة له لكن هو اللي متاح بالنسبة له أنا هنا مقصدش الأطوال حتى أصل في النمسا دايما أو حتى في الدولة معدلات الأطوال أعلى طبعا معدلات الأطوال والأكساب أعلى وأقوى الفكرة اللي جيمي بيقولها حتى إن هو زي ما قلنا طريقته يعني ممكن نتعدى برضو الحاجات دي ونخش على الحاجات الفنية أفضل لأنه أنا بتكلم هنا على إنه الراجل بيستهدف رأس الحربة الصريح مش معدلات الأطوال إنه الراجل بيستهدف رأس الحربة الصريح دايما وإنه يشتغل برأس حربة صريح مع أجنحة بتجيد التواجد الداخل 18 هو ده اللي عمل النقطة الحركة بتتكلم فيها في الإنترو إنه معدلات الهجومية والتهديفية للراجل دايما دايما يحافظ على الزيادة العددية جواهة 18 سواء برأس حربة صريح جواهة البوكس أو من خلال الأجنحة نتكلم بعد كده على الجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي سريعا كده نتكلم عن هارل جامبرلي تحديدا لأنه راجل من المساعدين المهمين جدا اللي مع مارسل كولر وبيعتمد عليه بشكل كبير وراجل اشتغل مع مدربين كبار جدا بنتكلم عن لوسيان فاور وبنتكلم على أدي هوتر ده طبعا فاور كان ماسك بروسيا دورتنوند قبل كده وحاليا نيس هوتر طبعا راجل كان اشتغل معه أيام لايبزيج فده واحد من المساعدين المدربين الأقوية جدا ومهم جدا في مشروع كولر كمان بنتكلم على أندرياس أندوي ده المخاطط الأحمال اللي هو نفسه تكلم عن دوره في المؤتمر الصحفي وزدائي هيعالج له الحتة بتاعت الإصابات وتطوير اللعيبة الحتة البدنية هيشتغل قوي جدا آخر واحد المحلقة ده ياسين الميكاري اللي هو الرجل التونسي اللي هو يعني لعب قبل كده المنتخب سويسرا للشباب لفترة بعد كده رجعتني لعب منتخب تونس هو اعتزل في قريف 2018 اللعب في الأفريقي ويخدم معه دوري قبل كده وده بيحمل زي ما ممنونك بوش رسارة لمحمود كهربا لأنه اشتغل معه قبل كده في السويسرا يمكن من ضمن الحاجات الطريفة جدا لم تتدول خلال الأيام السابقة أنه ياسين الميكاري اشتغل ويكون الصورة على السكرين اشتغل كلاعب مع محمود عبد الميكاري كهربا في الدوري السويسري وكانوا بلعبوا في نفس الجبهة ياسين الميكاري كان بلعب كظاهير ايصر وكان بلعب محمود عبد الميلم كهربا كجناح واشتركوا مع بعض في 17 مباراة لأن كهربا لعب 17 مباراة ياسين الميكاري لعب 30 مباراة قدر الكهربا أنه يسجل سبع هدف فيه خلال هذه الفترة فتواجد معاه فهو يعرف محمود عبد الميلم كهربا بشكل جيد فدي واحدة من القطاط الطريفة جدا أنه ياسين الميكاري بلعب لمدة موسم مع محمود عبد الميلم كهربا في لودر فدي صورة مارسي الكولر بقى راجل اوه صورة مارسي الكولر خش على الهور ليه ليه خليني آخر صورة في الجهاز مارسي الكولر لأنه تاني أنا بأكد تاني أنه الراجل واضح جليا من خلال تصرحاته أنه جاي يحط إيده في كل حاجة ويعي جيدا كل النقاط اللي تكلم معاه فيها ونقل هالو كابتن سار عبد الحفيز وده أكد عليه النهاردة خاصة الجانب البدن جزء الفني نجيب اللقطات الخاصة بالحالات اللي بعدها لطريقة اللعب القريب هو بنسبة كبيرة زي ما جامي ألف الأول هو بيلعب أغلب الوقت 4 2 3 1 لكن هو راجل عنده مرونة كبيرة جدا في النهاية هو الملعب حسب مجرؤيات الأمور حسب حتى دي الناس كلمت عنها فلسفة أنه هو مش عنيد أو ما عندهش طريقة متشبس بيها لا ده هو يقدر ممكن في المباراة الواحدة يغير أكتر من طريقة يعمل التحولات بتاع الطريقة بتاعته عشان خاطر وفقا لإرايته للمباراة وإرايته للمنافس ممكن نهاردة يلعب 4-2-3-1 يلاقي المباراة اللي بعدها عايز يلعب 4-4-2 أو 4-3-3 في بعض الأحيان لعب 3-4-3 فالنهاردة والراجل عنده تنوع ودي أحد الحاجات المهمة جدا في النقاط الفنية لمارسل كولر طيب ريجل بقى نتكلم على الجزء الفني احنا تكلمنا يا كابتن في البداية على التنوع التكتير المرات الأولية لا أخلي حد يسيبه يتكلم على الحاجات الفنية بس ماشي لا أحنا تكلم في عجالة مش هنتكلم بتفصيلية لأنه لا مش مسألة عجالة بتفصيلية مسألة ان احنا يعني دايما قناة الأهل يعني هو الراجل الراجل ما بيلعبش بتاكتك واحد الراجل عنده فأي حد حتى لو تفرق حتى شكده أولا كده خلينا للصبح هو بدون لا بدون بدون تحضير حتى أنا بهزر اندي ختلاقي انه الراجل دايحنا جمي بعض الحاجات بيشتغل في 4-2-3-1 و4-1-4-1 و4-3-3 فأنت مش عرف له وبيلعب بيش يعرف بيلعب لأنها كل مباراة وليه الأسلوب بتاعها وليه الطريقة بتاعها لكن 3-4-3 مثلا ولا برضو لعبها بس لعبها لعبها مرات لعبها مرات قليلة حسن فبعد المباراة هو اختار انه اشتغل مرات ندرة جدا لكن هو بالشكل اللي نسميه الاربعة في الخط الخلفي اشتغل بكل أشكال الاربعة في الخط الخلفي 4-4-2 4-1 4-1 4-3-3 و4-2-3-1 الطريقة المفضلة نبتدي الحالات عشان نشرح الاربعة 2-3-1 بداياتها كتعاملة ازاي والراجل بيحولها ازاي في بعض المباراة والراجل بيتنقل من شكل للتاني هنا احنا بدأنا قبل ما نشرح بالاربعة 2-3-1 الراجل ازاي بيشتغل في مناطق الخطورة او في الزوم 14 ازاي وهو مع بازل ودي اخر تجارب مارسل كولر على صعيد الاندية ازاي الراجل بيشتغل مع بازل وازاي انه بيقدر يعمل المجموعات ونقطة مهمة جدا الحصول على ده الشغل في الزوم يقدر يروح لها ناخد الحالة اللي بعدها الضغط العالي دايما ونبص هنا كابتل احنا اتكلمنا عن الطريق المفضلة بتاعته كم 4-2-3-1 بص هنا الصورة دي كم قد اربعة واحد اربعة واحد ليه علشان يعمل الراجل يعمل الضغط العالي ودايما شايفين الكرة الضغط على حارس المرمى عشان ما يخرجش بالكرة هتلاقيها بتتكرر مرة واثنين وثلاثة واربعة مع مرسي الكولر الحالة اللي بعدها هنا ده الصريح ليه نازل تحت واللي زايد هم الاجنحة علشان ياخد اللونج بول عشان يقدر يلعب الكرات المباشرة ويقدر يستغل المساحات لانه في المباراة دي كان بيلعب خارج الارض فازاي قدر انه ينازل الرجل هنا بيشتغل دايما على الرجل السترايكر الكلاسيكي علشان يشتغل بالطريقة دي تاني التجميع والخروج بتاع الأظهرة ازاي الأظهرة يفتحه الملعب ويشتغل الوينجات انسايد علشان يبتري يشتغل غير الطريقة من اربعة اثنين تلاتة واحد خالص وطير الاتنين وده واحدة من المرات الندرة كان بيشتغل فيها على تلاتة الضغط العالي بنفس الطريقة والخروج بالكرة ازاي الخروج من الضغط العالي للمنافس من خلال حرس المرمى واحد من ضمن اللعيبة اللي بيعتمد عليها كلاعب في الخط الخلف انه زاي يخرج بالكرة بشكل سليم من خلال حرس المرمى عشان يعمل لاعب زيادة بالخروج فمهم جدا ان يكون حرس المرمى بيشتغل بالقدمين بشكل جاي نفس القصة ونفس الطريقة الوجود في المساحات الفضل لانه عشان كده مهم جدا اللعيب مركز تمانية ولعيب مركز عشرة بالنسبة لمارس الكولر مهمين جدا لانه بيبني عليهم التحول بشكل كبير وازاي ان هما يقدروا يتواجدوا هنا قليني اقولك انه التنوع اللي عند الرجل شوت الاول بيشتغل ازاي شوت الاولاني كان بيعتمد على الخروج بالكورة ازاي بيعتمد على الكورس او الانتشار ازاي وازاي يحول اللعب انه بيشتغل على وان سايت في الشوت التاني وازاي يشتغل على استغلال نقاط الضعف هنا الناس دايما بتسأل عليه في مدير فني بيعمل المباريات بشكل جيد وفي مدير فني تاني بيجيد ادارة المباريات والتغييرات وتحويل الطريقة من شكل للتاني من مباراة للتاني